إذن إنها الحرب ده الحال دلوقتي حالاً في القلعة البيضاء المسمى نادي الزمالك اللي فجأة لقى نفسه في دوامة من الفوضى أطلق عليها بعض الرياضيين بالحرب طب الحرب مع مين؟ وضد مين؟ وبدأت إزاي؟ ومين كسبان؟ وعشان مين؟ هي دي كانت قصة الترند النهاردة اللي بتصدر من خلال عدة هاشتاجات بعدها جماهير الزمالك أخيراً ما صدقت تخلص من مشاكل مرتضى منصور ومجلس إدارة مرتضى منصور فجأة تحصل مشاكل جديدة هي مشكلة اللجنة السلسية اللي تم تعينها بعد إقالة أو استقالة مجلس إدارة مرتضى منصور تولى اللوة حسن موسى مدير تنفيذي النادي الزمالك بشكل مؤقت لحين الانتخابات بعد الست أيام من القرار ده طلع قرار جديد من وزير الرياضة بإقالة حسن موسى وتعين الدكتور عماد البناني مديراً تنفيذياً لنادي الزمالك آدي صورة القرار آهو بعد الاطلاع وعلى قرار والمتضمن تعين السيد الدكتور أحمد عبد الوكيل عبد الحاكم بموظيفة مدير الشابة وحفظة الجيزة إلى آخر بس هاتلي بقى الدكتور العماد البناني ده ده ناس تانين يا جدعان ومديراً بس من كل من السيد القائم بعمل نادي والسيد المدير المالي والسيد المدير النشاط الرياضي وبناء على قرار كذا كذا ده القرار يكلف السيد عماد مصطفى حمزة البناني مدير تنفيذي بدلاً من اللواء حسن موسى كذا والسيد الدكتور عماد مصطفى والسيد الدكتور أحمد فؤاد الوطن أمين ده فضل زي ما هو وأيمن فضل زي ما هو وتشكل منهم لجنة الدنيا قامت وأبقى السؤال الرجل ما عاد ست ايام اللواء حسن موسى ما عادش ست ايام في منصبه ليه تم إقالته الإجابة على السؤال ده خلت الإعلاميين يطلعوا يستغربوا من القرار ويطلبوا شوية شفافية يا خل قولوا لنا الرجل يتعاين من ست ايام ليه شلتوا النهاردة ده كان كلام مثلاً إبراهيم فايق الإعلام المصري حط نفسك مكان جمهور الزمالك حط نفسك جمهور الزمالك عندك دلوقتي بدل السؤال اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ألف عام ستفان كبير هل جمهور الزمالك أو الجمعية الأممية للزمالك ده سؤال ده سؤال ده سؤال استفساري لأنه من الصبح بحاول أدور على إجابة مش لقيين كاينه سر حربي والله كاينه سر حربي حقيقي طارفين أنا يعني مخبيش عليكم حاجات فلجم عليهم مثلا نزلت انتخبت اخترت مثلا ستة اللوحة سب موسى ولا جمهور الزمالك مثلا عملوا له استفتاء فقالوا تختار مين مدير تنفيذي فراح مثلا اخترت ستة اللوحة سب موسى يعني ما حصل صح كده مين بقى اللي عين ها لأنا ولا أنت مين الجاهة الإدارية مديرية الشباب والرياضة بصفتها الجاهة الإدارية هو شتحق جمهور الزمالك ايفهم اللي جاه جاه ليه ومشي مشي ليه ولا ده سؤال صعب جاه ليه ومشي ليه ما هي دي المشكلة على الرأي الست نادية مصطفى جاي في ايه وسافرت في ايه وما ريحتش ست كانت كريمة قوي ما ريحتش عندنا ليه ده ست ايام يا جدعان ده لو جاي من سفر هيقعد اسبوعين اللي هو حسن موسى اللي تم تعيينه القرار وزاري الرجل جاه يا دوب دخل خات شوار وخرج لقى نفسه مقال طيب ليه مش بس كده بعض الاعلامين شافوا ان اللي بيحصل في الزمالك من قراط هو تمزيق لنادي الزمالك تدمير لنادي الزمالك وده اللي قالوا الاعلامي هاني حتحوت بغض النظر عن الاسباب لانه الاسباب لم تعلن رغم انه من حق الناس ان يعلموا الاسباب لانه نفس الجهة اللي عينت هي الجهة اللي استبدلت فمن حق الناس ان هي تعرف الاسباب لكن بغض ما حدش عارف الاسباب محدش جاوب ليه تم إقالة اللي هو حسن موسى احنا بندور الحقيقة لقينا مصدر في مصر نعرضه كده لقينا مصدر وزارة الشابوريادة طلع قال انه تمت إقالة حسن موسى ليه بقى ايوة ليه قال لك عشان مشاكل مع بعض الأشخاص في النادي وانه مش كفاءة يا خبر ابيض اهو مصدر بوزارة الشابوريادة يكشف سر تغيير مدير التنفيذي النادي الزمالك ايه بقى اطلع قولينا ايه كلم الناس كلم الملايين من جمهور الزمالك قال لك انه الراجل وعلم القاهرة 24 ان هناك سببين لتغيير اللي هو حسن موسى وتعين عماد البنان الاول هو دخول مدير التنفيذ السابق اللي هو حسن موسى في عدة أزمات عدد من موظفي النادي المحسوبين على المجلس السابق برئاسة مرسولة منصور موظفين يعني فيه موظفين في نادي الزمالك اتخنقوا مع الراجل الجديد لدرجة وصلت الى فصل بعضهم علاوة على عدم تمتعه بالخبرة الكافية لإدارة نادي كبير بحجم وقيمة الزمالك بعكس البناني الذي سبق له رئاسة المجلس القوم للرياضة في العشر سنين اللي فاتت تم معالش أمد اللي هو حسن موسى ده رئيس كان مدير تنفيذي النادي الزمالك ولطش مع مرتد منصور عجيب قوي إزاي ما عندوش خبرة ده الراجل ده كان مدير حسن موسى ده كان مدير قبل كده النادي الزمالك مدير تنفيذي وخبط مع حسن مع مرتد منصور وطار إزاي ما عندوش خبرة التفسير عجيب قوي يعني انتوا وانتوا جايبين وحتى ما كنتش عارفين انه عنده مشاكل مع ناس وانتوا جايبينه ما كنتش عارفين انه هو مش كف وانتوا برضو اللي جايبينه الموضوع فيه إنا إحنا ببرنامج مصد نهاردة شمينا ريحة مش حلوة خلينا نكمل بقاهم اللي هو حسن موسى نفسه طلع يتكلم وأشار إلى أن قصة إقالته جاية بسبب مرتضى ورجالته رغم إنجازاته في الأيام اللي فاتت نسمع كده تصريحات حسن موسى قال إيه والله لا أعلم سبب رحيلي وفجأت بالقرار في مكتبي لم يتصل أحد من الوزارة اللي بلغني بقرار رحيل لسه مدخل النادي الصبح 4.5 مليون جنيه وكان فيه فلوس ثانية جاية طيور الظلام مش عايز حد يشتغل صالح الزمالك كل التوفيق للنادي الراجل ده فعلا جاب أربع ونص مليون وعمل إنجازات في ست أيام تاريخية زي إنه جاب رجال أعمال كتير قرروا يجتمعوا معاه عشان يخرجوا الزمالك من أزمته لكن فجأة يقال النهاردة هو بيقول بسبب رجالة مرتضى منصور حتى إن الكابتن أحمد حسان ميدو قال كده قال بسبب رجالة مرتضى منصور السؤال طيب مين هم رجالة مرتضى منصور في نادي الزمالك دلوقتي وإيه مناصبهم في نادي ما فوش في مجلس إدارة هل صحيح إن الإقالة بسبب إن حسن موسى اكتشف كوارث إدارية في ملفات نادي الزمالك آه فرجالة مرتضى منصور وقعوا زي ما بيقول صاحب الحساب ده كده اسمع كده بيقولك إيه صاحب الحساب ده خد الآتي بقى بيقولك حسن موسى مش عشان اكتشف إن ما فيش عقد البيع إمام عشور وإنه بيعه باطل وإن فلوس إمام عشور ما دخلتش حساب الزمالك ده اكتشف إن فيه مرتبات بتطلع شهريا لعمال وهميين وإنه بدأ يجيب رعاه وفلوس نادي الزمالك هيكون فيه استقرال مادي إن زيزه مكمل إن فتوح هيجدد رفض تقسيط غرامة كهروب آه يا وزيري الخراب والرياضة الرجل ده اللي بيقول كده بيقول إن فيه ثلاث أسباب أول سبب للست اللي قاعدة قدام التلفزيون إمام عشور لعب الزمالك إيه الموهوب اللي خارج من نادي الزمالك اللي نادي مش عارف دنمارك تقريبا ورجع على أهل طلع إنه مفيش عقد ليه في نادي الزمالك مفيش نسخة من عقد إمام عشور اتدفع فيه 24 مليون تقريبا معنى كده إن الـ 24 مليون مدخلوش خزنة الزمالك أدي واحد اتنين اكتشف إن فيه عمال بيتصرف لهم 350 ألف جنيه شهريا وهم عمال وهمين مش موجودين حسن موسى حسن موسى اكتشف كمان إن شركة الأمن اللي بتدير نادي الزمالك تتبع واحد من مجلس الإدارة اللي فات ده بزراميت هل ده حقيقي؟ نفس الكلام قاله صاحب العساب ده قالك المحترم حسن موسى اطلع بس عشان تعرف المحترم حسن موسى ماشى بعد اجتماع الوزير مع والد زيزو بيوم وبعد إعلانه عن فضاء اكتشفها زي إن ما فيش عقد الإمام عشور اختفى وزي موضوع العدوات اللي بالقصد واللي بربع تمانها سيبك من ده كله وتعاني شوف اللي جاه مكانه هنكتشف إنه داعم لمجلس الخطيب وأهلاوي صميم وده معلن نفس الكلام قاله حساب باسم هاني قالك فصل موظف أو فصل موظف الخزينة حالته للنيابة العامة بعد وجود مخالفات بصرف أموال دون أوراق رسمية منها صرف خمس شهور لثلاث موظفين محسومين عدارة سبقة وأيضا صرف سبعمية وخمسين ألف جنيه لشركة الأمن صاحبها المدعو محمود العسال الذي عينه مرتضى منصور مستشار قانوني للنادي مرتضى الحقيقة سايب تعابين يعني الأسباب اللي بتتقال أنه مفيش عقد الإمام عشور وفلوس الزمالك راحت عليه ودخل تجيب مرتضى منصور وابنه وأنه عدد من العاملين بيتقادوا تقريبا فوق تلتمية وخمسين ألف جنيه شهريا بأسماء مهمية ده غير إن الناس اتكلمت عن شركة الأمن اللي بتاخد سبعمية وخمسين ألف جنيه في الشهر تابع الواحد يسمى محمود العسال اللي عينه مرتضى منصور هل الكلام ده صحيح؟ وهل الحاجات دي ليه أعلاقة باللي كشفته السيدة لمياء خيري المديرة اللي كانت رئيسة اللجنة اللي أرسلها الجهاز المركزي المحاسبات وطلعت مخالفات بالمليارات زي ما يقول القرار ده انفراد مخالفات مجلس مرتضى منصور بمئات الملايين حيثيات حكم القضاء تقريران من الوزارة المحكمة يتضمنان تمانية وعشرين بند بين المخالفات والشبهات لمجلس مرتضى منصور إحداها تتعلق بهدايا تركي الشيخ المجلس أثقل كاهل النادي بالتأخر عن سدود القروض تجاوزت 337 مليون جنيه و 2 مليون دولار أمريكي رغم تضفق أكتر من 2 مليار جنيه كإرادات للنادي خلال العوام من 15 حتى 30 يونيو اللجنة بتاعت الست لمياء خيري المديرة في الجهاز المركزي للمحاسبات لما فتشت في الدفاتر طلعت مخالفات بالمليارات وده اللي طلعوا اللي هو حسن حسن موسى ترجمة نانسي قنقر